احتفلت كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية لمطرنية القدس في عمان بخدمة الشركة المقدسة وافتتاح المجمع الكنسي المقدس 2022 حيث التقى عدة أساقف من الكنيسة الإنجيلية الأسقفية القادمون من فلسطين وسوريا ولبنان وحضور أساقفة من كنائس محلية أخرى مع لفيفن الرعاة الذين جاءوا من مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية ملبينا نداء الشركة والوحدة التي تبناها المجمع كعنوان لهذا العام وقد استمر المجمع على مدار أربعة أيام بحث فيها المجتمعون عدة قضايا محلية وأقليمية ملتزمين بمبدأ الشركة في الخدمة لخير الإنسان واستمرار الإيمان اليوم التأم المجمع الكنسي في خدمة افتتاحية وطبعاً بمناسبة كمان عيد العنصرة لأنه احنا منحتفل كمان يوم تاني يوم العنصرة فالمجمع التأم من كافة أقطار المطرنية من فلسطين من الأردن من سوريا من لبنان حتى نلتأم مع بعض في المجمع الكنسي اللي عادتاً بيصير كل سنة وإحنا هلقدي مبسوطين اليوم نكون في الأردن بضيافة جلالة الملك والأردنيين والهاشميين وهذا البلد الحبيب الطيب وكمان بالذات احنا منشكر الله على الأخوة والصداقة اللي بتجمعنا كمسيحيين في هذا البلد وبشكل خاص احنا كمان يوم ممتنين لسيدنا جمال ولسيدنا إبراهيم عازر بوجود معنا كمان بالخدمة ومنتمنى أن يكون المجمع الكنسي اللي رح يلتأم لأربع أيام حتى يوم الخميس في دورته منذ العام 1905 فإحنا منشكر الله اللي اعطانا النعمة نلتأم مع بعض بعد جائحة كورونا نكون مع بعض حتى نسبح اسم الرب حتى نكون مع بعض ونتداول بأعمال الكنيسة في المجمع الكنسي وكان شعار مجمعنا لهاي السنة لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح وشعار واعزتي كان الروح يجمعنا والمجمع يوحدنا نسير معا في السنودوس نحو الهدف اللي هو شخص الرب يسوع